على فكرة يكون مجاتل الترند ومتابعتها باستمرار باستمرار بتخليه يتغزى على فتاة غير صحي وأحياناً فاسد يفسد القلب والعقل يعني بيفسد الاتنين أو بيفسد الاتنين يخلي القلب عليه غشوات كده كتير جداً جداً وهي غشوات ماذا؟ فوضة الصور اللي بتبقى كتير بسبب الترندات ويبقى كمان كمان هو يعني مش بس فوضة في الصور لكن هناك إغراق لقلبه بأشياء كلها تخلق داخلها تحت بند ما لا يعنيه وربنا سبحانه وتعالى علمنا إن احنا مسؤولين عن اللي بنسمعه واللي بنشاهده وده أول حاجة بنعلمها لأولادنا إننا مسؤولين فلازم نختار اللي بننقله واللي بنتغزى عليه لأن الله سبحانه وتعالى قال إن السمعة والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة آه صحيح مش كل ترند تافه أو فتات فاسد في فيديوهات بقت ترندات وكان برضو لها معنى وقيمة مهمة ورسالة مهمة وحصل كتير جدا جدا إن الناس فهمت أشياء وابتعدت عن أشياء فاسدة وابتعد كمان وقربت من ربنا بسبب فيديوهات لكن إيه اللي حاصل لما تسود الدنيا وتسود صناعة الترند لأشياء ملهاش معنى أو بتخل بقيم الإنسان ويبقى الإنسان ساعتها في مهاب الطوفان لا لازم ننتبه وأنا لما بقول أولادنا في زمن الترند فاحنا مش بنتكلم عن حاجة أنا حاسة نحن بنتكلم عن حاجة لازم نتكلم عليها من زمان وعلى فكرة من أهم التحديات التربوية اللي بتواجه الأباء دلوقتي هي التربية في زمن أصبح الترند فيه لايفستيل أسلوب حياة يعني إيه أسلوب حياة يعني بقى هدف طول الوقت أنا طول الوقت لازم أصور لازم أخذ اللقطة لازم أبقى واختار اللقطة بشكل معين عشان الناس وما فيش منع على فكرة إن اللقطة وأنا أولد مؤدب تبقى فيها إحاءات غير مؤدبة لأننا عايز أوصر للترند لأن الترند ده جزء أنت وصلت للترند حتى بقى السؤال زي ما كان فيه سؤال عند الناس اللي ما عندهمش منظومة قيم فعالة هو أنت عملت إيه مع البنت فلانية أو عملت إيه بقى النهاردة أنت عملت ترند ولا لأ ويكون الشغل الشاغل هو جزء منتباه أكبر عدد من الناس لنا بأي طريقة أي طريقة إيه ده ده حاجة كنا زمان لما نيجي نتكلم عنها مع حد اعتبرنا أننا بنسيء ليه جدا 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 وهي مسألة المكيافلية أن الغاية تبرل الوسيلة وده ليه تأثير على أولادنا بيظهر في مجموعة من المشكلات منها أول حاجة هوس الشهرة يعني أنا بقوله وبعرض على السادة الأخصائيين في علم النفس أننا لازم ندرس ضمن هوس الشهرة هوس الترند هوس الترند دوت هوس أصبح عند الناس هوس وأنا عارف أن فيه مواد درامية في خلال الفترة اللي فاتت اتكلمت عن بعض المخاطر اللي حصلت بس اللي حصل ده أقل بكتير 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 مما يحصل في حياتنا لأن صنعت الترند بطبيعتها بتخلي أصحابها يتغذوا على مركزية الأنا يعني بتخرجهم من العبودية وبتخرجهم من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وبتخرجهم من أليس الله بكافر عبده إلى أنه إيه أنا خير منه ويبقى الإنسان كل اللي عايز يعمله أنه ترنده يحصل وعلى أي حساب أي حد هو بيتحرك في الشخص ده زهوة أضواء الشهرة وشهوة الاشتهار وشهوة الصورة اللي بتبقى عنده في نظر الناس وفي قلب الناس وانخفض ساعتها رؤية الله فيزيد زهوة الشهرة عنده عند بعض أولادنا بصفة خاصة ففي مجموعة من الأبحاث بتتكلم على أن كل مكان المراهق عنده حرمان عاطفي ومش شبعان محبة وشوفان من أهلي إيه اللي بيحصل؟ بيزيد عنده الجوع وانا بساعة بيزيد عنده الجشع أنه يحس أنه متشاف وده عامل من العوامل اللي ممكن تخلي حد من أولادنا يبقى عنده هوس للشهرة على السوشيال ميديا مشكلة الترند على فكرة بتربي جوانا وجوه أولادنا إن قيمة الإنسان بشهرته وإن قيمة الإنسان باللايك وقيمة الإنسان بالمشاهدة وده معيار فاسد لحياة الإنسان كلها تخلي الإنسان في الحقيقة وما لهش أي وظيفة مجتمعية بل ما لهش أي وظيفة أسرية بل ما لهش وظيفة إنسانية مع نفسه